هل هناك مفقودون لم يتم الوصول إليهم حتى هذه اللحظات؟ بالتأكيد هناك الكثير وهذا ما جعلنا وجعل الغرفة الرئيسية تبطي عملية التسريح بالأرقاب طبعا تعرف اليوم تم البحر أخرج جثث على مسافة حوالي أكثر من 30 كم شرق مدينة الدرنة في منطقة مرزم ومنطقة التميمي في تلك المنطقة اليوم البحر أخرج جثث هناك من درنة أخرجت هناك اليوم في جثثة في شخص مفقود في مدينة البيضة وجد في منطقة اليوم على البحر تبعد على البيضة حوالي 50 كم وهو مر عبر أوديا صعبة جدا أو مر عبر مناطق صعبة جدا حتى وصل لتلك المنطقة نحن الآن حتى البحث أصبح يجب أن نبحث في مصابات الأودية الآن البحث يتركز في مصابات الأودية وكل مصابات الأودية في البحر النقطة الثانية أن جميع الأودية في الجبل الأخضر كلها من الجنوب إلى الشمال كل التكوين في جنوب والمصابات في الشمال جميع طرق الموصلات بما فيها طرق الدولية كلها من الغرب إلى الشرق والعكس طيب سيد اللواء هل لا يزال الاتصال مقطوعا حتى الآن ببعض فرق الإنقاذ لا 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 الآن تم إصلاح شبكات الاتصالات في درنا تم توفير بدائل للكهرباء تم توفير بدائل لمحطات النقلات الجوالة الآن الاتصالات تصبح متاحة حتى الوحدات التي دخلت إلى أماكن وانقطعت خلف الطريق الآن تمكننا من الوصول إليها اليوم العمل كان كبير جدا كبير جدا ولكن حقيقة أن الامدادات جاءت من المنطقة الغربية وجاءت من جمهورة مصر العربية ومن الدول الأخرى جزائر الإمارات من هذه الدول سهلت الكثير من الأمور وان شاء الله في خلال 48 ساعة سنتغلب على أكبر قضية أمامنا وأكبر معضلة وهي معضلة الخطوط المواصلات طيب المستشفيات الليبية سيد اللواء هل هي مؤهلة بالفعل للتعامل مع الإصابات الحرجة التي خلفتها العاصفة دانيال للأسف أن مستشفى درنا خارج الخدمة تماما مستشفى البيضة خارج الخدمة بالرغم من أن أعادوا بعض الأقسام الآن للخدمة ولكن يستطيع الاستعاب كل الإصابات مستشفيات القروية تعمل وتستقبل في حالات مستشفى طبرق حوالي 175 كم من درنا بعيد قليلا ولكن هو على طريق مصر يتم الإسعاف في البداية لطبرق وبعد ذلك حسب تقييم الحالة يتم نقلها من الجمهورة مصر العربية مستشفى بنغازي مستعدة حتى الآن ولكن نعيد الإصابات التي تفرض علينا أسلوب العلاج في الداخل أو الخارج